موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا لكم فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم عن المنضات الحيوية والتي بتعتبر من ام الاكتشافات اللي اثرت على الصحة للحياة الانسان في العصر الحديث هو مقاومته في البكترية والفطريات ومن ام المميزات اللي pieبحس عنها الطبيب المضاد الحاوي اللي يقدر يتده لي المريض بتاعه اللي هيقاوم به البكترية او الفطريات من المميزات اللي دايما ببحث عنها الطبيب بسناء اختياره ليه موازع المجال هو يكون 되أثر على انواع مختلفة من البكترية رخم اثنين ان يكون له اثار جانبية قليلة يعني او لا تكاد تكون له اثار جانبية النهائية ان يكون غير سام أن يكون المضادات الحيوية دي غير سام كمان أن تكون المضادات الحيوية دي زاد تأثير على البكتيريا الممرضة وليس العائلة كمان أن يكون له تأثير علاجي عالي وسريع مرتفع وسريع بالنسبة للتأثير على المريض أن يكون كمان سهل الاستخدام أن يكون قليل الثمن علشان يكون في متناول النهز استخدام المضادات الحيوية في حالة الإصابة بفيروس الأمفلونزا لا يبدي لا يؤثر على الفيروس لا يؤثر على الفيروس ولكن هناك بعض الأطباء اللي بتصف المضادات الحيوية علشان تقلل من التأثيرات الجانبية للفيروس علشان الإصابة الثانوية بالبكتيريا لأن البكتيريا بتنتهز الضعف المناعي اللي بيكون موجود فيه جسم الإنسان أو وجود فيروس الأمفلونزا وتبدأ تهاجم الإنسان علشان كده مضاد الحيوي بيحارب الإصابة الثانوية للبكتيريا من الأشياء المهمة اللي بايت بتقابل الأطباء في الفترة الحالية هي المقاومة اللي اكتسبتها البكتيريا للمضادات الحيوية نتيجة الإفراد في استهدام المضادات الحيوية بداعي أو بسبب أو بدون سبب كل الناس بايت دايما لما يجي لها أي دور بردة أو أي حاجة بتبدأ تروح تجري على سادلية وتاخد مضادة حيوية بدون وصف طبيب فده أكسب البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية وعلشان كده الدنيا في بعض البكتيريا حاليا ما بتبقى مقاومة مقاومة كاملة resistant للمضادات الحيوية اللي بتتاخد وعلشان كده في دايما تطوير للمضادات الحيوية وعمل ميكس بين النمضادات الحيوية علشان تبقى أقوي زادت أثير أعلى على البكتيريا ان شاء الله رب تكونوا استماعتم للفيديو وستفدتم ولو معلومة صغيرة ما تنسوش شير ولايك للفيديو دمتم في امان الله السلام عليكم